الأخبار آخر من اليابان الفيديو تشوفوا فيه فيما يتعلق بطائرة بمطار هانيدا بتوكيو استضمت بطائرة أخرى تابعة لخفر السواحل طائرة يبدونها كانت تقل مساعدات للناس المضررين من الزلزال وهذا أدى إلى اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأدى ذلك إلى مقتل خمسة أشخاص حسب وزير النقل تم إجلاء جميع الركاب وأفراد طاقم البالغ عددهم 379 شخص بسلام وتم الإعلان عن إجلاء جميع الركاب لكن الخمسة من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة كانوا في عداد المفقودين خفر السواحل قال أنه الاستدام شمل واحدة من طائرات وكانت متجهة إلى مطار نيجاتا على الساحل الغربي لليابان لنقل مساعدات للمضررين من الزلزال اللي صار نهار الاثنين طائرة اشتعلت بالكامل كما نشوف فيها في الفيديو طبعا تم بالفور محاولة اطفائها اليابان يعني انطلقت هذه السنة بأحداث الدراماتي نهار نهار الناس نهار الناس نهار الناس ممكن والحوادث ممكنة ومقاييس السلامة مهما تم احترامها ممكن نراه أنها العنصر البشري يخليها غير ناجعة دونك جسما وهذه هم الأشياء اللي تحصل وممكن نراه في حياة الشعوب والأمم ممكن أخطاء بسيطة أو خلل يتسبب في كوارث يعني يلزم نتعايش مع هذا الفرق هو بين الدول المتقدمة ومتخلفة أن الدول المتقدمة وقت اللي يحصل حادث تبني على الحادث وتاخذ احتياطات بالنسبة لدول المتخلفة تعاود نفس الأخطاء وتنتظر نتائج مختلفة بالفعل يعني مطارات اليابان من من أقوى المطارات و صعيب يصير فيها خلال كيف من هذا بشهد طيارات يصير تصادم من بناتهم ف ربما كانت حادثة كيف من هذا من المتوقع أنها تصير في دول متخلفة أخرى ولكن هذا هو معنى تهروا ساعات تقصير في رمشة عين تصير تصير الكير فعلى كل اليابانيين ما بدأوا شعامهم بطريقة إيجابية ذي ما توقعتش به ليلة عبدالتي اللبنانية اللي قالت نو تونس بشتشهد احتجاجات و انقلات في السلطة حطتنا في جهنم كاريما ملي كنا كما دبي بطلت مبات رشت قالت لي هو ما فما يهي ومشيال حايك وتعرف هذا والله الانفليونس تعرف من المواضيع الهامة التأثير التنجيم والهروب الواقع ومرارة الواقع تخلي الشعوب وتخلي الوعي الجامعي يعني يهرب إلى ملاذ ملاذ الخرافة الأسطورة التنجيم وهذا ينفس على المكبوت الفرسترات psychية وينفس عليهم همين ويوجه الواقع يوجه الواقع ما ننسى وش الهروسكوب المخابرات الفرنسية في أفريقيا أيام فكر كانت تلعب الهروسكوب دي بريزيدان ومتني وتوجه فيه تفزي مانيبولي بار الهروسكوب تعرف يا تجور لغول دي ماجيسيين في الثقافة مش فقط الافريقية زلما احترام لشعوب الافريقية كل بلدان العالم شكرا لكم انظر كنت هدي من الفيس بو